بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا إن شاء الله النهاردة أولاد هنراجع مادة الخامات الكهربية إحنا قلنا إن إحنا خلصنا المادة كاملة وقلنا إن إحنا المفروض نكون دلوقتي بنمتحن ويفاضل كم يوم على امتحان الخامات هنبدأ نراجع علشان ما يقابلناش أي سؤال صعب أثناء الامتحان فإحنا عندنا بداية في أول حاجة في المراجعة عندنا السؤال الأول بيقول طبعا إحنا عارفين إن فيه الامتحان بيبقى فيه أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية يعني فيه أكمل فيه صح وغلط فيه عرفي فيه قارني فيه إشرح فإحنا هنشوف معنا أول سؤال بيقول إيه أولا عرف كل من العنصر الزرة النواة الإلكترون طبعا التعريفات دي كلها إحنا خدناها في الباب الأول في أول جزئية يعني إيه العنصر إحنا عارفين يا أولاد إن العنصر ده عبارة عن مكون من زرات صغيرة الزرات دي بتكون مرتبطة مع بعض ولا يمكن إيه تحللها زي مثلا عنصر الحديد عنصر الحديد عبارة عن إيه عبارة عن مجموعة من الزرات المتربطة تمام؟ يبقى أي مادة هي عبارة عن مجموعة من إيه مجموعة من الزرات يبقى ده كده تعريف العنصر بعد كده الزرة زي ما إحنا شايفين عندنا هنا هوت في الرسمة شايفين كده أولاد اول حاجة عندي هنا دي المادة ايا كان نوع المادة دي المادة دي عبارة عن ايه زي ما احنا قلنا عبارة عن مجموعة من الزرات يبقى الزرات دي هي اصغر جزء بيكون المادة يبقى كل الزرات لما بتتجمع مع بعض بتكون للايه بتكون للمادة دي تمام يبقى بتعتمد على تركيب الزرة لهذه المواد يبقى انا عندي هي عبارة عن اصغر جزء من الايه من المادة وبتكون عبارة عن نواة مجابة وإلكترونات سالبة بعد كده عندي الزرة دي فيها القلب بتاعها أو فيها جزء يسمى بالنواة يبقى النواة هي إيه هي قلب الزرة النواة هي قلب الزرة برضو زي ما هو واضح هنا هو الزرة أهيه واخدنا منها جزءين اللي هو عندي هنا هو النواة تمام والنواة دي بصوا كده تفرعت لي إيه تفرعت لحكتين تفرعت ليه بروتونات ونيترونات طبعا إحنا عارفين ودرسين قبل كده إن البروتونات دي بتكون شحنتها إيه بتكون شحنتها مجابة والنيترونات بتكون شحنتها متعدل أنا عندي المادة عبارة عن مجموعة من الزرات لو خدنا الزرة دي عندها فيها إيه القلب الزرة قلب الزرة هو عبارة عن النواة اللي هي في الأصل عبارة عن بروتونات وإيه ونيترونات الإلكترونيات هي عبارة عن جسيمات صغيرة الإلكترونيات دي جسيمات صغيرة بتكون شحنتها سالبة هي عبارة عن جسيمات صغيرة شحنتها يا ولاد شحنتها سالبة انت علشان تقدر تعرف المجموعة التعريفات دي ما يحصلش فيها اي لغبطة لو انت فهمت الرسمة اللي موجودة عندنا دي هتقدر تعرف الايه التعريفات كاملة يبقى احنا كده خدنا تعرف الزرة والنواة والعنصر والالكترون تمام كده السؤال اللي بعده بيقول اذكر انواع الالكترونات طبعا احنا عارفين ان انا عندي الالكترونات 3 انواع الالكترونات حرة والالكترونات مقيدة والالكترونات التكافؤ يبقى انا عندي كم نوع 3 حرة ومقيدة والالكترونات الايه التكافؤ ايه هي الالكترونات التكافؤ طبعا احنا عارفين ان الالكترونات التكافؤ دي هي عبارة عن الالكترونات بيحصل لها فقد امتى تفقد الالكترونات دي في حالة التفاعل يبقى أنا عندي إلكترونات التكافؤ دي بتفقد بالإيه بتفقد أثناء التفاعل تمام وكمان أنا أقدر أشارك بيها في عملية أخرى يبقى الإلكترونات عندي قلنا كم نوع ثلاثة أولهم إلكترونات التكافؤ إلكترونات التكافؤ ملا إلكترونات التكافؤ بتفقد أثناء عملية الإيه أثناء عملية التفاعل تمام وبقدر اشارك فيها في عمليات التفاعل عندي النوع الثاني اللي هو الالكترونات الحرة ايه هي الالكترونات الحرة الالكترونات الحرة دي الالكترونات اللي عندك تسابها طاقة بتبدأ تعمل ايه هي اسمها حرة بتبدأ تسيب المكان بتاعها وعشان كده قلنا عليها الالكترونات حرة لان هي بتترك المكان ايه المكان بتاعها الالكترونات الحرة كمان هي اللي بيعتمد عليها اذا كانت المادة دي مادة موصلة ولا مادة عزلة ولا مادة شبه موصلة لان احنا خدنا في دراسة المادة ان المادة ممكن تكون عزلة او موصلة او شبه موصلة بناء على ايه هي بتكون عزلة او موصلة او شبه موصلة طبعا على نسبة او عدد كمية الالكترونات الحرة اللي موجودة في المادة بعد كده عندي النوع التالت اللي هو الكترونات مقيدة من اسمها الكترونات مقيدة الكترونات المقيدة دي ما لها لا تفقد بالتفاعل ما هي مقيدة مربوطة يبقى ما بينفعش ان احنا ايه نفقدها اثناء الايه اثناء التفاعل وبتكون قريبة من النواة تكون موجودة بالقرب من الايه اولاد بالقرب من النواة تمام كده يبقى انا عندي السؤال ممكن يجيلي يلعرف الالكترون او يجيلي انواع الالكترونات وجيبلي نقط تمام بعد كده احنا عارفين واخدنا قبل كده ان الالكترونات دي انا علشان اقوم بتوزيعها بتتوزع فيه مسارات للطاقة تمام مسارات الطاقة اللي بتكون حوالين النواة بتكون عبارة عن ايه توزيع للعدد الزري للمادة اللي انا عايزة اقوم بعملية التوزيع ليها خلاص التوزيع ده بيتم على اساس ايه إن أنا عندي المستويات عند المدار الأول 2 المدار الثاني بيكون 8 وبعد كده 18 وبعدين 32 طيب أنا عندي المستويات دي أنا لما أبدأ أوزعها ما بتنقلش من مستوى لمستوى أو من مدار لمدار إلا لما المدار اللي قابلي يكون مكتمل وبعد كده أبدأ أوزع على المدار اللي يليه تمام كده وكلنا بنعرف نقوم بعملية التوزيع الزري لأي عنصر بعد كده عندنا السؤال اللي بعده أذكر تصنيف المواد مع الشرح إحنا خدنا المواد عندنا بتصنف إلى مواد إما أن تكون مواد موصلة للطيار أو مواد شبه موصلة أو مواد عازلة أو مواد مغناطيسية يبقى أنا عندي المواد عازلة وموصلة وشبه إيه؟ موصلة للطيار وعندي مواد مغناطيسية تمام كده؟ طيب لو جينا أول نوع اللي هو مواد موصلة للطيار الكهربي طبعا غالبا المواد اللي بتكون موصلة للطيار الكهربي هي المواد المعدنية لأننا عارفين أن المعدن قابل للتوصيل للإيه؟ للكهربي بس مش كل المعادن بتكون موصلة بنفس درجة الإيه الموصلية لأن إحنا لسه قايلين كل معدن لدرجة التوصيل المعينة درجة التوصيل دي بتعتمد على نسبة الإلكترونات الحرة اللي موجودة في الإيه؟ في المادة تمام؟ فعشان كده بنقولنا أنا عندي مواد موصلة للطيار الإيه الكهربي خلاص؟ بعد كده أكتر المواد موصلة للطيار الكهربي هي مادة الإيه؟ أو معدن؟ هيا أولاد إحنا خدنا أن أنا عندي معدن الفضة هو أكتر المواد توصيل للطيار الكهربي بس أنا ما بقدرش أستخدم معدن الفضة في التوصيلات الكتيرة لأن معدن الفضة زي ما قلنا أنه هو بيكون غالي السمن طيب إيه المعدن اللي أنا ممكن أستخدمه في التوصيل الكهربي ويكون برضو موصل جيد للكهرباء بس يكون بالنسبة للحالة الاقتصادية يكون أقل تمن طبعا النحاس أرخص من الفضة علشان كده إحنا بنعمل التوصيلات في البيوت والمنازل بنعملها بالإيه؟ بنعملها من وصلات النحاس ده بالنسبة للمواد الموصلة للإيه؟ للقهرباء عندي بعد كده المواد الشبه موصلة إيه هي المواد الشبه موصلة؟ طبعا المواد الشبه موصلة هي مواد ولا هي موصلة توصيل كامل مش جيدة التوصيل ولا هي في الأصل عزلة هي في الأصل عزلة يعني أصل المادة الشبه موصلة هي أساسا إحنا جبنا مادة عزلة وحطينا على المادة العزلة دي بعض الإيه؟ بعض المواد التانية بعض الإيه؟ المطاعمات فأصبحت المادة العزلة يعني إحنا حولنا المادة العزلة لمادة من نوع تاني سميناها مادة شبهة موصلة أشهر المواد اللي هي أشباه الموصلات اللي هي السيليكون والإيه والجرماني أبقى هي الموادة الشبهة العزلة أشباه أو أشباه الموصلات أشباه الموصلات هي مواد عزلة تم إضافة مطاعمات زي السيليكون والجرماني تمام كده وبعد كده عندنا المواد الايه المواد المغناطسية ايه هي المواد المغناطسية طبعا المواد المغناطسية هي في الاصل عبارة عن سخور سخور دي فيها خاصية المغناطسية السخور دي لما اكتشفوا ان هي سخور فيها خاصية المغناطسية بدأوا يقوموا بعملية تطويع او تغيير لبعض المواد يحولوا المادة المعدنية العادية الى مادة ايه نخليها مادة مغناطسية زي ما انت بتشوف اي مغناطس بتقوم بتجيبه من بره المغناطس ده انت مسكه في ايه دك هو معدن مش صخرة تمام هو في الاصل المغناطسية المغناطس ده صخرة بس احنا جبنا معادن وحولناها الى ايه الى مغناطس وعندنا تجربة بتقوم بالطريقة دي ازاي انا اقوم بعملية تحويل لمعدن اخليه مغناطس يبقى السؤال بيقول كيفية جعل المواد المعدنية مواد مغناطسية بص يا اولاد لو احنا جبنا معدن زي وليكن المصمار ده طبعا المصمار ده معدن وجبت عندي ملف وبدأت الف على المصمار سلك من النحاس السلك ده هيقوم بدوره كملف وهوصل بالسلك ده هوصل مصدر طيار يعني حجر بطارية مثلا ايه اللي هيحصل لما الطيار هيمر في الملف اللي احنا عملناه هنلاقي ان المغناطس ده اتحول من الحالة العادية انه هو معدن عادي الى مادة ايه الى مادة مغناطسية لو انا حطيت جنب المغناطس ده اي برادة حديد او مصمار صغيرة هنلاقي ان المصمار ده عمل ايه جاذب مجموعة المصمار الصغيرة اللي موجودة حواليه يبقى انا بالطريقة دي قمت بعملية تحويل المعدن العادي الى الى مادة ايه الى مادة مغناطسية بطريقة سهلة طبعا التجربة دي احنا خدناها قبل كده كتير تمام بعد كده عندنا سؤال ضع علامة صح امام الاجابة الصحيحة وعلامة خطأ امام الاجابة الخطئة اول حاجة السؤال بيقول النحاس هو المادة الاولى في توصيلها للقهرباء لكن غالي السمن طبعا هو النحاس بيوصل موصل جيد للقهرباء بس مش المادة الايه مش المادة الاولى وكمان هو ارخص من الايه الفضل يبقى الاجابة دي غلط الصح هو مين الصح السؤال ده اولاد فيه حتتين غلط اولها النحاس لا هو النحاس مش المادة الاولى الالومونيوم سوري الفضل هو المادة الايه الاولى يبقى الفضل هي المادة الاولى طيب وكمان من اللي غالي هو فعلا الفضل هي اللي غالي التمن مش النحاس السؤال اللي بعده الصدق لا يسبب خسارة كبيرة في الصناعات المتعددة هو الصدق ياولاد احنا عارفينه كلنا وبنقابله مثلا او بنشوف وبنتعرف عليه في بعض المعادن وفي بعض الاجهزة عندنا في البيت زي مثلا التلاجة بنلاقي ان فيه جزء منها من تحت بصدق رغم ان انت ممكن تكون بعيدها عن المياه اه طيب هو الصدق دوت بيسبب خسارة ولا طبعا هو بيسبب خسارة كبيرة الخسارة دي بتصل الى اكتر من ده بتكون خسارة عالمية وبتصل الى ازداد من 25% من انتاج العالم يعني العالم كل ما بينتج كمية 25% بيحصل منها فقد ناتج الايه ناتج الصدق يبقى طبعا الاجابة هنا هو غلط لان الصدق لا يسبب لا طبعا الصدق يسبب خسارة ايه كبيرة السؤال اللي بعده المواد العازلة لها مقاومة نوعية خاصة بها كل مادة كل مادة اولاد لها مقاومتها النوعية الخاصة بها تمام يبقى انا عندي الاجابة هنا صحيحة يبقى المواد العازلة لها مقاومة ايه نوعية خاصة بها نركز في اسئلة الصحة والغاية لان نقطة يعني كلمة بتممكن تغير الايه المعنى بتاع الجملة وجود الرطوبة ليس السبب الرئيسي لحدوث الصدق الناتج عن التفاعلات الكهروكيميائية طبعا احنا قلنا في التفاعلات الكهروكيميائية لا الرطوبة ما لها الرطوبة هي سبب رئيسي في عمليات الصدق يبقى انا عندي التفاعلات في نوع من الصدق اسم الصدق الايه الكهروكيميائي وبكون الرطوبة مؤثر رئيسي في عملية الايه احداث هذا الصدق المعامل الحراري للمواد العازلة الصلبة يكون سالب طبعا احنا قلنا قبل كده ان المعامل الحراري للمواد العازلة الصلبة طبعا بيكون سالب بيكون ايه اولاد سالب السؤال دوت مهم ونركز عليه هنا سؤال بيقول الخلية الجلفانية تنشأ من نقطة اتصال بين معادن متشابهة في وجود الرطوبة لغاية جزء المعادن احنا بقول فعلا الخلية الجلفانية بتنشأ من نقطة اتصال لازم يبقى فيه نقطتين متصلين من معدنين بس مش معدنين متشابهين المعدنين بيكونوا ايه اولاد في الخلية الجلفانية بيكونوا مختلفين يبقى أنا عندي هنا الإجابة دي يا إجابة إيه؟ إجابة قاطئة يبقى الخلية الجلفانية من معدنين إيه؟ مختلفين العنصر مكون من زرات متشابهة مرتبطة معا ولا يمكن تحليلها كيميائيا طبعا إحنا لسه قيلين الجزئية دي في تعريف العنصر السؤال اللي بعده أيا من المواد الآتية هي في الحقيقة مواد عازلة وضيفة إليها بعض المطاعمات من اللي هو عازل وأنا حطيت له مطاعمات؟ المادة العازلة؟ ولا الموصلة؟ ولا الشبه موصلة؟ طبعا أشباه الموصلات هي اللي في الأصل المادة إيه؟ عازلة وتم تغيير حالتها عن طريق إضافة بعض المطاعمات السؤال الثاني سبائك البرونز سبائك البرونز يا أولاد بتتكون من إيه؟ من ألمونيوم وفضة؟ ولا نحاس وأسدير؟ ولا نحاس وزنك؟ طبعا البرونز بيتكون من نحاس وأسدير يبقى ده اللي هي سبيكة البرونز وإحنا قلنا قبل كده كلمة سبيكة معناها أنه عبارة عن مكونين أو أكتر أو معدنين أو إيه أو أكتر بس البرونز نحاس وإيه؟ نحاس وأسدير من سبائك الألمونيوم للتشكيل بالطرق؟ إحنا عارفين إن أنا عندي فيه سبائك ألمونيوم أنواع فيه تشكيل بالطرق وفيه عندي كمان تشكيل بالصب طيب أنا عندي التشكيل بالطرق عبارة عن إيه؟ طبعا عبارة عن سبيكة الألدري عندي سؤال بيقول سبائك النحاس الأصفر بتتكون من؟ طبعا النحاس الأصفر إحنا هو ده أغلب سبيكة أو أكتر سبيكة شائعة الاستعمال وهو عبارة عن نحاس زائد زينك وبنستخدمه فيه حاجات كتير فيه الاستهلاك الإيه؟ المنزلي عندنا فيه حاجات الكهرباء بعد كده يحدث عنده تعرض معدن لقوة سلاح ويكون في اتجاه عمودي إيه اللي بيحصل يا أولاد لو أنا جبت معدن وأثرت عليه بقوة سلاح في اتجاه عمودي عملت له إجهاد إيه؟ إجهاد شد ولا تاني ولا قص طبعا طالما سلاحي يبقى أنا عملت له إجهاد إيه؟ إجهاد قص لأن إحنا قلنا قبل كده إن أنا عندي الإجهاد الإجهاد ليه أنواع زي إجهاد التاني إجهاد القص إجهاد الإيه؟ إجهاد الالتواء وإجهاد الشد تمام؟ يبقى اللي تحت قوة سلاح يبقى قص قارن بين الخليط والمركب بصوا أولاد إحنا عندنا طبعا الخليط والمركب مهم جدا إن إحنا نكون عارفين تعريفهم كويس تمام؟ فإحنا لما نقول قارن يبقى أنا أول حاجة لازم أحطها هو الإيه؟ هو التعريف لإن إحنا مش واخدين كتير في منهج الخامات عن الخليط والمركب غير الجزء الخاص بالتعريف فقارني معناه هنا أن أنت هتعرف الخليط وهتعرف الإيه؟ المركب فبنقول إيه هو الخليط؟ طبعا الخليط هو تواجد أكتر من عنصر يعني أنا حطيت أكتر من عنصر على إيه؟ على بعض ولما حطيت العناصر دي مع بعض العناصر دي لم يتم اتحادها إيه؟ فيزيائيا خلاص؟ زي ما أنا شايف هنا كده هوت في الرسمة دي قادي مثلا هنا عنصر وهنا عنصر وهنا عنصر ده كده هوت لو أنا عملت لهم خلطهم يبقى كده ما حصل لهمش اتحاد فيزيائي زي لما جيب برادة حديد مثلا وبرادة ألمونيوم ولغبطهم على بعض أنا عندي شايف الحديد وشايف الألمونيوم يبقى هم آه مجرد اختلط خلاص يبقى ما اتحادوش فيزيائيا يبقى ده اسمه خليط يبقى ده اسمه إيه؟ خليط زي التجارب اللي كنا بنعملها في إعدادي كنا في عملية الفصل والكلام ده هنا بنجيب مثلا قليل من الرمل ونحط عليه برادة أو سكر ورمل ونشوف إزاي هنقوم بعملية الفصل ده كده برضو عبارة عن خليط لأن هم الاتنين ما اتحادوش إيه فيزيائيا طيب المركب بقى المركب بيكون طبعا عكس الخليط هو آه أكتر من عنصر بيتحطوا بيتم إضافتهم على بعض بس بيتحدوا فيزيائيا ده بالنسبة لنا اللي هو المركب لو أنت عايز تعرف أكتر إحنا بنقول أن أنا عندي مثلا لما بجيب أي هو مثال مش تابع الخامات بس أنا هقوله علشان أوصلك المعلومة لو إحنا جبنا مثلا إزازة مركب كيميائي زي إدواء هو إدواء عبارة عن حاجات محطوطة على بعض خلاص؟ إنت خدت إزازة الدواء هتقدر تفصل المكونات دي عن بعض؟ طبعا لا ليه؟ لأن هم حصلوهم عملية إيه؟ اتحاد مع بعض يبقى ده كده اسمه مركب حتى لما كنا بنشتري دواء من صدرية زمان كان بيقولك أنا لسه هركبه تمام كده؟ يبقى ده بالنسبة لنا اللي هو الإيه؟ اللي هو المركب يبقى كده عرفنا يعني إيه خليط ويعني إيه مركب؟ ده سواء خليط أو مركب هو عبارة عن أكثر من عنصر بس عند الخليط ما اتحادش فيزيائيا أما المركب حصله اتحاد فيزيائي ودي ممكن تجيلك عرف أو تيجي كارن أو طبعا تجيلي في صحة وإيه وغلط يكون ممكن من أخبط لك ما بين الخليط والمركب السؤال اللي بعد كده أكمل الفراغات الآتية وجايب لي مجموعة اختيارات زي الخليط، المركب، الزرة، الإلكترونية مين في دول يا أولاد؟ هو أو هي أصغر جزء في المادة طبعا إحنا قلنا أني عندي المادة عبارة عن مجموعة من إيه؟ من الزرات يبقى أصغر حاجة في المادة هي الإيه؟ الزرة تمام كده؟ السؤال اللي بعده هو اتحاد عنصرين أو أكثر تحدة فيزيائية مين اللي اتحد فيزيائيا؟ الخليط ولا المركب؟ طبعا لسه أيليني الكلام ده اتحد يبقى المركب تدور في مادارات ويحمل شحنة سالبة طبعا مش الخليط اللي هيدور في مادارات يبقى الإلكترونات هي اللي بتدور في إيه؟ في مادارات وبتكون شحنة الإلكترونات شحنة سالبة تواجد أكتر من عنصر دون اتحاد فيزيائي يبقى الخليط تمام؟ جزء التعريفات ده ضروري تكونوا عارفينه علشان لو جي أكمل أو صح وغلط اعتمادك على أنك تكون حافظ التعريف والمعنى بتاع الجزء ده هو اللي يخليك إن شاء الله تجاوب إجابة صحيحة في الجزء اللي جاي لك السؤال اللي بعده الاختيارات هي عبارة عن الإنيار الحراري المتانة الكهربية الموصلية الحجمية أول سؤال مقلوب قيمة المقاومة الحجمية النوعية طبعا إحنا قلنا قبل كده إن مقلوب قيمة المقاومة الحجمية النوعية هي الموصلية الحجمية والموصلية الحجمية مقلوبة يعني إيه واحد عليها تمام واحد على بعد كده هو الجهد الذي يكسر المادة العازلة كهربية إيه هو الجهد الجهد عندي يبقى جزء خاص بالكهرباء يبقى المتانة الإيه المتانة الكهربية لأن الجهد تابع للإيه للجزء خاص بالكهرباء تهشم المادة العازلة طبعا طالما تهشمت المادة العازلة يبقى حصل في العازل دوة انهيار إيه انهيار حراري نتيجة ارتفاع الطيار أو نتيجة ارتفاع الطيار بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العازل فبيحصل له عملية إيه عملية انهيار تمام السؤال اللي بعده الاختيارات عندنا المرونة التوصيل الحراري الانسهار الموصلية أولا تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائل لو أنا جبت مادة زي الأسدير أو مثلا النحاس جبتها من حالة صلبة وخلتها سائل زي المياه كده يبقى ده عبارة عن إيه طبعا الكلام ده مش هيحصل إمتى هيحصل لما شغل عليه نار عالية جدا خلاص وإحنا كنا قايلين قبل كده أن فيه أفران خاصة بأن هي تقوم بعملية تسليح المواد دي فدي عبارة عن عملية تسمى عملية إليه يا أولاد عملية الانسهار قدرة المادة على نقل الحرارة إلى جميع أجزاء لو أنا عندي معدن والمعدن دوت أنا سخنته فالحرارة نقلت من نقطة إلى إيه لغاية جسم المعدن كامل ده اسمه إيه طبعا عندي اسمه التوصيل الحراري المادة دي موصلة حراريا طب كدرة المعدن على التوصيل القهربي كدرة المعدن على أن يوصل القهربي يبقى دي مادة إيه موصلة أو الموصلية قابلية المعدن على تغيير الشكل إذا تعرض المعدن ده أو المادة دي لحمل وعند زوال الحمل تستعيد المادة شكلها يعني أنا لو جبت مادة وأثرت عليها بضغط إيه اللي هيحصل لما أنا أثر عليها لو أنا شلت الضغط دوت من عليها استعادت شكلها الحالة دي اسمها إيه؟ الحالة دي اسمها المرونة وإحنا شبهنا ده بمثال كلنا عارفينه اللي هو الإيه؟ الإسفنج لو أنا مسكت إسفنج وضغطت عليه بإيدي يعني أثرت عليه بضغط وشلت إيدي أو شلت الضغط إسفنجة هترجع لشكلها تاني يبدأ اسمه عملية إيه؟ إسفنجة مارينة يبدأ اسمه عملية المرونة تمام؟ السؤال اللي بعده وضح كيف يمكن حساب المتانة القهربية وجهد الانهيار عمليا المتانة القهربية يعني أنا علشان أوضح ده لازم أقوم بعملية رسم للدائرة اللي بتوضح لي عملية الإيه؟ المتانة إزاي يحسب المتانة القهربية وكمان جهد الإيه؟ الانهيار يبقى الدائرة عبارة عن أنا بجيب عينة العينة دي هوصلها بجهاز الجهاز عندي اللي هو جهاز الفولتاميتر ومحول المحول ده عبارة عن ملف ابتدائي وملف سنوة زي ما احنا شايفين كده أولاد بصوا هنا ده كده المحول ملف ابتدائي وملف إيه؟ سنوة جهاز الفولتاميتر وهنا دي العينة اللي هيحصل أنا ووصل الملف السنوي عندي هوصله بالفولتاميتر ووصله بالإيه؟ بالعينة تمام؟ وابدأ أرفع الجهد على العينة وكل ما ارفع جهد أشوف اللي هيحصل عندي العينة دي هصل لها تغيير ولا لأ؟ في متانة أو لسه محتفظة بحالتها ولا حصل تغيير لحالتها لغاية النقطة اللي عندها هيكون زودت عندي أو رفعت الجهد هلاقي أني حصل انهيار للايه؟ للمادة اللي عندي في العينة اللي أنا عاملاها تمام؟ يبقى لحساب المتانة هنحط العينة بين أطراف طرفي الملف وكمان الايه؟ اللي متصل بيه جهاز الفولتاميدر وأبدأ أرفع الجهد خلاص؟ لما هرفع الجهد هرفعه بالتدريج واحدة واحدة لغاية أما يحصل ايه؟ هيحصل عملية انهيار لمتانة المادة انهيار لمتانة المادة ايه؟ كهربية تمام؟ طيب لما حصل لها انهيار ايه سبب الانهيار؟ السبب عندي أن أنا في الإلكترونات عندي حصل لها مرور داخل المادة دي يبقى حصل مرور للإلكترونات المرور دوت عندي هيخلي المادة دي تصبح موصلة موصلة ايه؟ موصلة للطيار القهراء المتانة قانون بتاعها بيساوي جهد الانهيار على سمك المادة العزلة كيلو فولت لكل ملي متر يعني ايه الكلام ده؟ يعني علشان بقى أنا أحسب المتانة هشوف أنا لما قعدت أرفع في قيمة الجهد أنهي جهد اللي عندي المادة دي بدأ الجهاز عندي يقرى قيمة يعني بقيت موصلة مثلا أنا أعدت أرفع لغاية لما كان مثلا الجهد مثلا خمسي يبقى هو ده اللي أنا هحطه في جهد الانهيار تمام؟ سمك المادة العزلة لأنه طبعا احنا عارفين أن كل مزاد سمك المادة العزلة حدوث الانهيار لازم على جهده هيكون ايه؟ هيكون جهده عالي تمام؟ طبعا مش زي ما يكون المادة العزلة مادة بسيطة غير لما يكون المادة العزلة ايه؟ كبيرة يبقى جهد الانهيار على سمك الايه؟ على سمك العازل طبعا سمك العازل ده اللي موجود فيه العينة اللي احنا بنختبرها بعد كده بنقول اذكر العوامل التي تتوقف عليها المتانة القهربية للمواد العازلة ايه اللي بيتوقف عليه المتانة القهربية دي؟ طبعا عندي المادة العزلة دي طبيعتها ايه؟ طبيعتها سمكها خلاص؟ طبيعة او نوع المادة العزلة وسمك المادة العزلة وكمان عندي درجة الحرارة درجة الحرارة اللي هتأثر على المادة دي وتردد الايه؟ تردد المنبع القهربي وكمان زمن التأثير على العينة انا اصرت على العينة بالزمن قد ايه والوسط اللي انا هجري فيه التجربة سؤال العوامل اللي بتتوقف عليها المتانة لازم يا ولاد نكون حفظين كويس جدا العوامل العوامل ده بيكون سؤال امتحان في التلم الاول لان هو اصلا احنا كل الجزء اللي خدناه بندرس المادة واهم حاجة عندنا ازاي نعرف المادة ده تحفظ على متانتها او ازاي نكسر الجهد بتاعها او نكسر العازل بتاعها يبقى انا احفظ كويس العوامل اللي بتتوقف عليها المتانة السؤال اللي بعد كده بيقول وضح كيف يمكن تعيين قيمة المقاومة النوعية الحجمية للمواد العازلة بتجربة معملية ازاي هقوم بعملية تعيين قيمة المقاومة بص اولاد انا عندي هنا هو الجزء ده ده العينة وجهاز الجلفانومتر والفولتاميتر يبقى عينة تم توصلها تولي مع جهاز الايه جهاز الفولتاميتر وجهاز عندي جهاز الفولتاميتر انه هو متصل طبعا على التوازي تمام هعين ازاي هيتم تعيين قيمة الطيار التسريب هعينه ازاي قيمة طيار التسريب ده هعينه من جهاز الجلفانومتر خلاص وابدأ ايه السمك العينة يبقى اول حاجة هعين طيار التسريب واعرف سمك الايه سمك العينة واحدد الجهد اللي عبر العينة بجهاز الفولتاميتر انا عندي ثلاث حاجات عرفت السمك وعرفت طيار التسريب وعرفت ايه الجهد بتاع ايه جهاز الفولتاميتر تمام هيبقى عندي بعد كده بنقول المقاومة الحجمية عبارة عن ايه علشان احسب طيب انا هحسب ليه ده هو ايه اللي عايز المقاومة النوعية الحجمية انا عندي المقاومة النوعية الحجمية في الاول هي عبارة عن المقاومة الحجمية في سمك العينة على المساح مساحة سطح العينة طيب انا ما عنديش اصلا المقاومة الحجمية يبقى انا بجيب الاول المقاومة الحجمية اللي هي الجهد على الايه على شدة الطيار يبقى انا المقاومة الحجمية الجهد على شدة الطيار طب المقامة النوعية الحجمية تساوي المقامة الحجمية في اللي أنا جبتها في الأول في سمك العينة على مساحة السطح الخاص بالعينة صلي بعده بيقول أنواع انهيار المواد الصلبة العازلة طبعا أنا عندي في أنواع الانهيار عندي انهيار كهربي وانهيار حراري انهيار كهربي وانهيار يا أولاد وانهيار حراري طب لو جيسه قال قال لي ايه هو الانهيار الكهرابي طبعا الانهيار الكهرابي بيحدث نتيجة التأثير اللي بيحدثه او بيعمله المجال الكهرابي خلاص على الايونات بالمادة انا عندي تأثير المجال اللي هيأثر على الايونات اللي في المادة هيخلي المجال هيعمل ايه بقى في الايونات دي هيخلي الايونات تتحرك بسرعة عالية جدا نتيجة الحركة دي المادة أو كل الآيونات اللي في المادة هيحصلها إيه هيحصل للمادة دي عملية إيه عملية التآين عملية التآين أنا عندي الانهيار الكهربي هو عبارة عن التأثير الحادث من المجال الكهربي على آيونات المادة هيحدث تغيير في سرعة وحركة الآيونات هتتحرك بسرعة عالية جدا سبب الحركة ده أو الحركة دي هتعمل إيه هتؤدي إلى تآين إيه تآين جزيئات المادة العزلة خلاص بعد كده تتحول إلى آيونات وهيظهر طيار آيوني يؤدي إلى عملية الانهيار تمام كده عندي الانهيار الحراري زي ما قلنا الانهيار الحراري هو عبارة عن إيه تهشم المادة العزلة يعني العازل اللي أنا حطى بيه أو مغطية بيه المادة ده حصله إيه حصله تهشم زي لما أنا باجي كده في حاجة وأعمل لها خدش لو أنا عملت خدش المادة المادة دي في الأصل موصلة وأنا دهناها أو حطالها مادة عزلة من فوق لو أنا جيت شلت جزء من المادة العزلة يبقى أنا عملت إيه عملت تهشم بس أنا هنا هعمل إيه في المادة العزلة أنا مش أنا البقى اللي عملت جرح في المادة العزلة دي لا أنا أثرت عليها بحرارة فعشان كده بنسميه الانهيار الحراري خلاص طبعا وبيكون المواد الصلبة بيكون سالب وإحنا قلنا الجزئية دي السؤال اللي بعده بيقول تعريف معامل التغير الحراري للمقاومة طبعا إحنا خدنا أن المعامل التغير الحراري للمقاومة رمزه ألفا رمزه إيه أولاد ألفا طيب ويعني إيه معامل التغير الحراري معناه مقدار التغيير اللي هيحصل في مقاومة لو المقاومة دي قمتها واحد قم وأنا خليت درجة حرارتها واحد درجة مقاوية أنا لما أنا جبت مقاومة وعملت في المقاومة دي رفعت درجة الحرارة المقاومة دي هيحصل لها عملية إيه هيحصل لها عملية تغيير في القيمة يبقى إحنا بنسميه أو هتتأثر يبقى ده بنسميه إيه المعامل التغير الحراري يبقى هو مقدار التغير اللي بيحدث في مقاومة موصلة عندما تكون مقاومتها كام الأصلية واحد قوم ودرجة الحرارة أنا رفعتها للدرجة واحدة مئوية تمام وخدنا في الجزء ده بعض الأمثلة المثال بيقول دي تيجي ممكن تيجي لك مسألة لأن أنت في الجزء الخاص بالخامات ما عندكش غير النوع دوت من المسائل فممكن تيجي مسألة من المسائل دي طبعا المسائل دي حلها كان بسيط وكلها بيزد حل عن طريق قانون واحد بس اللي هو قانون الار قانون الايه قانون الار السؤال بيقول اوجد مقاومة موصل مقاومة ايه موصل عند درجة حرارة 200 ما قالش هنا هوات بيقولك أن درجة الحرارة 200 يا ولاد تمام إذا كانت مقاوماته عند درجة السفر تساوي 100 اوم يبصوا على السطر ده بيقول أن المقاومة هنا مقاومته سفر مقاومته 100 لما كانت درجة حرارة سفر يبقى أنا عند الدرجة الابتدائية بتاعت الحرارة هنا سفر يبقى في البداية خالص درجة الحرارة سفر تمام المقاومة كانت 100 عندي بعد كده درجة الحرارة رفعها إلى 200 درجة الحرارة تفعت إلى 200 ومعامل التغير الحراري خلاص كام 66 من 10 تلاف ايه اوم تمام على اوم طب أنا عندي هنا هوات أنا قلت أن أنا علشان أحل المسألة دي في قانون الايه قانون الار اللي هو ار بتساوي ار نوت في واحد زائد الفا دلتا تي الفا دلتا تي طب هنا بيقول ايه ما؟ احنا طبعا هنطلع المعطيات اللي موجودة في المسألة اول حاجة عندي دلتا تي دلتا تي هو في الاول كانت سفر بعد كده بقيت 200 انا عندي درجتين حرارة علشان اجيب ركزوا في الحتة دي كويس علشان اجيب الدلتا تي هنطرح درجتين الحرارة من بعض طب أنا عندي كم وكام؟ عندي الدرجة كبيرة 200 والدرجة البداية سفر يبقى 200 نشيل منها سفر هي 200 يبقى انا كده الدلتا تي كام؟ الدلتا تي 200 يبقى انت في الدلتا تي بتطرح درجتين الحرارة تمام؟ عندي المقامة الابتدائية عندي او ار نوت بمية والالفا عندي هو مديني برضو قيمتها هبدأ بس هنا هعوض يبقى انا هقول ار بتساوي الار نوت اللي هي مية فيه هفتح قوس واحد زائد قيمة الفا في الدلتا قيمة الدلتا تي اللي احنا جبناها بكده انا اكون جبت له قيمة ايه؟ قيمة المقاومة تمام كده؟ انا المسائل عندي كلها الخاصة به الترمي ده كلها على قانون الار بيتساوي ار نوت في واحد زائد الفا دلتا تي واللي هتجيبه هو دلتا تي دلتا تي بيديك درجتين حرارة هتترحم من بعض تمام؟ وبيديني بعض المعطيات التانية اللي ببدأ اعوض فيها تعوض مباشر في المسألة التعوض المباشر ده مفيش غير ان انت تعمل بقى عملية ايه؟ عملية حسابية رياضية فاش اي مشكلة يعني جزء المثال ده سهل بعد كده بيقول مثال تاني مقاومة مواصر عند درجة حرارة 30 درجة مقوية هي 10 قوم يبقى دي درجة حرارة خلاص؟ في درجة حرارة 120 اصبحت المقاومة 15 خلي بالكو هنا الداني درجتين حرارة والداني مقاومتين طيب ايه هم بقى؟ درجتين الحرارة دولة انا هبدأ اجيب منهم دلتة تي اطرح الدرجة الكبيرة اللي هي 120 نشيل منها 30 يبقى 120 نشيلنا التلتين يبقى درجة يبقى دلتة تي كم يا ولاد؟ الدلتة تي عندي بيئة 70 طيب وعندي هنا مقاومة ايه؟ R note والR R note اللي هي المقاومة الابتدائية والR اللي هي المقاومة الايه؟ النهائية يبقى انا عندي مقاومة الابتدائية عندي 10 والنهائية كام 15 ادي القانون نبدأ نعوض فيه يبقى انا حطيت الارب 15 ارنط بعشرة في واحد زائد الفة 120 ناقص 30 اللي هي زي ما قلنا السبعين تمام هعوض وهجيب مين هجيب الالفة من اللي مضروف في الالفة دي بقى الرياضة واحد زائد 90 يبقى الالفة هتساوي اللي مضروف فيها ينزل في المقام وبعد كده هلاقي ان الالفة تساوي واحد ونص تمام كده واحد زائد 90 الفة بواحد ونص هقلبها او هعمل لها كسر هجيب القيمة الايه النهائية عندي المسائل دي مسائل سهلة جدا ما فيهاش غير ان انت مجرد تحفظ القانون حفظت القانون تمام فاضل عندي ايه اطلع معطيات المسألة من ار نوت ومن الار نحفظ ان الار نوت المقاومة الابتدائية اللي ايه حدثت مع درجة الحرارة المنخفض بعد كده الار لو هو الدهاني او عايزها سواء الدهاني او محتاجها لو الدهاني في المسألة تبقى الار هي التغيير الحادث في المقاومة مع ارتفاع درجة الحرارة ودلتا تيتا راحنا الدرجتين للحرارة من ايه من بعض الفا هو ممكن يدهاني ويقول لي معامل التغيير الحراري بكذا خلاص ما الدهانيش وعايزه خلاص دي جزء ان انا بعوض ما فيش اكتر من ان احنا اولاد نعوض ونحل لها مسألة رياضية ايه بحتة ما فيهاش اي مشكلة بعد كده بنقول عندنا من الناحية السؤال اللي بعد من الناحية القهربية يمكن تمثيل مدارات الزرة لاي مادة الى ثلاث مستوات اذكرهما طبعا من الناحية القهربية احنا مسارات الزرة عندي ليها تلات نطاقات ليها تلات ايه نطاقات طبعا عارفين النطاقات دي اول حاجة عندنا نطاق التوصيل ايه هو نطاق التوصيل نطاق التوصيل ده اللي بيحدد مدى قدرة المادة دي على ان هي تكون موصلة كهربيا وبيتحدد مدى قدرتها على التوصيل زي ما قلنا على نسبة عدد الالكترونات الحرة الموجودة في المادة يبقى ده اسمه نطاق الايه نطاق التوصيل تمام يبقى نطاق التوصيل المادة دي فيها إلكترونات حرة قد إيه علشان كده أنا بقول دي كده مادة موصلة خلاص بعد كده عندنا النطاق المحزور طبعا النطاق المحزور ده هو من اسم واضح نطاق محزور هو النطاق اللي لا يوجد فيه أي إلكترونات حرة وطبعا ده النطاق الخاص بالمواد الإيه أولاد بالمواد العزلة لأن المادة العزلة ما بيكونش فيها الكترونات حرة يبقى ده هو النطاق المحظور خلاص كده طبعا كلما اتسع النطاق ده كلما زادت مقاومة الايه مقاومة المادة لحالة التوصيل فهي كلما اتسع يبقى المادة دي ما تبقيتش مادة ايه موصلة بقيت عزلة بعد كده نطاق التكافؤ ايه هو نطاق التكافؤ انا عندي في نطاق التكافؤ ده اللي هي يوجد بعض الالكترونات بعض الالكترونات دي تسمى بالكترونات الايه التكافؤ وبتكون حركتها حركة محددة بتكون حركتها حركة ايه محددة بدرجة اكبر من تحركها في نطاق التوصيل تكون درجتها محددة اكبر من حركتها في نطاق الايه التوصيل وتسمى نطاق الايه نطاق التكافئ بعد كده عندنا السؤال اللي بعده تقسم المواد طبقا للنظرية الحديثة من حيث توصلها للقهرباء إلى طبعا إحنا عارفين إن المواد طبعا النظرية الحديثة تقسمت إلى ثلاثة أنواع اللي هي نقاط ونقاط ونقاط اللي هي مواد موصلة ومواد عازلة ومواد شب موصلة يمكن السؤال يكون في شكله انت تقول ايه ده السؤال ده غريب بس انت هعارف ان الاجابة ان انت عندك المواد ثلاثة يا صلبة يا سائلة يا ايه يا موصلة قصدي يا موصلة يا شبه موصلة يا ايه يا عزلة فانت عارف الايه الاجابة يبقى اعرف طريقة السؤال علشان لما تيجي ما تلاقيش السؤال بالنسبة لك غريب وتقول يا ده انا كنت حافظ الاجابة ديت ازاي معرفتش احطها في السؤال ده يبقى النظرية الحديثة السيمة المواد من حيث التوصيل الكهرباء نركز من حيث التوصيل اللي هي موصلة ولا عازلة ولا شبه موصلة اذكر اهم المعادن الموصلة للقهرباء احنا عندنا اهم المعادن الموصلة للقهرباء هي مجموعة المعادن اللي احنا درسناها في منهج الخامات زي عندنا الفضة النحاس الالمونيوم ومادة الرصاص ومادة او معدن الايه الاسدير ده اهم المعادن الموصلة عندي للايه للقهرباء تنقسم سبائك الالمونيوم الى نوعين اذكرهما طبعا احنا لسه قلين انا عندي سبائك الالمونيوم في عندي نوعين في سبائك الالمونيوم اللي هي للتشكيل بالطرق وسبائك الالمونيوم للتشكيل بالايه بالصب تمام يبقى طرق وصب طيب عندي التشكيل بالطرق التشكيل بالطرق عملنا منهم سبيكة الالدري والديوء الالمين والهايدرونيوم الاردري الديوء الالمين والهايدرونيوم دي السبائك اللي ايه سبائك التشكيل بالطرق عندي بعد كده سبائك التشكيل بالصب وهم كان نوعين واللي اسمهم السبائك الرقمية السبائك الايه الرقمية اللي هي سبيكة اتنين اتنين تلاتة واثنين تلاتة تلاتة تمام؟ ده بالنسبة لسباك الألمونيوم بالإيه بالصب لذا بقولك الألمونيوم يأولاد نوعين طرق وإيه وصب التشكيل بالطرق والتشكيل بالإيه بالصب السؤال اللي بعده أذكر أنواع الصدق مع الشرح طبعا عندنا الصدق عندي احنا دراسنا كويس الصدق في الباب اللي عندنا الباب الأخير وقلنا أن الصدق عندي صدق كيميائي وصدق قهرو كيميائي يبقى أنواع الصدق يا كيميائي يا ايه يا كهرو كيميائي طيب لو أنا جيت هو أقل مع الشرح هبدأ أشرح الصدق الايه الصدق الكيميائي طبعا الصدق الكيميائي دوت اللي هو الصدق الناتج من الغازات والسوائل صدق الغاز والسوائل ده اسمه صدق كيميائي اسمه صدق ايه صدق كيميائي طب أنا عندي الصدق الكيميائي دوت طبعا احنا قلنا من الغازات طب ايه الغاز اللي حوالينا اللي ممكن يؤثر على المعدن ويعمل له صدق طبعا الهواء الهواء بيكون مركب من مجموعة من الغازات زي الاكسوجين وغازات خملة والنيتروجين وساني اكسيد الكربون وكل غاز من دول موجود في الهواء بالنسبة معينة طب مين في دول سبب الصدق سبب حدوث الصدق في كل الغازات دي هو الاكسوجين يبقى لو جالب صح وغلط ان غاز الاكسوجين هو المسبب الرئيسي في الصدق اه لان الغازات التانية مش هاده اللي بتعمل لي عملية ايه مش هاده اللي بتعمل لي عملية صدق تمام بعد كده بنقول ان انا عندي ده بالنسبة للصدق الايه الكيميائي الكهرو كيميائي بقى عندي صدق الكهرو كيميائي ده اللي هو بيكون صدق بإما ناتج من الطيرات الكهربية الشاردة او عندي في صدق الخلايا الجيلفانية خلاص؟ ابقى انا عندي الصدق ده هنشوف ازاي بيحصل في الطيرات الشاردة وازاي كمان فيه الخلية الايه الجيلفانية او المحليل الالكتروليطية عندي صدق الخلية الجيلفانية وصدق الطيرات الشاردة ابسط مثال لصدق الطيرات الشاردة عندنا اللي هو عندي فيه لو انا عندي قديب عندي قطر كهرباء خلاص القطر ده طبعا شغال بالكهرباء وبيكون ماشي على قديب بيحصل نتيجة ان القطر ده شغال بالكهرباء بعد الطيارات الشاردة بتنحرف عن ما صارها الطبيعي طيب بتنحرف بتروح فين بتتصرب لأقرب جزء معدني الاول المفروض هي تتصرب للارض تتصرب لبطن الايه الارض فاول ما بتجي تتصرب لبطن الارض لو لقيت حاجة معدنية في بطن الارض هي تفضل السير في الجزء المعدني ده ولما بتمشي في الجزء المعدني ده هتعمله ايه يا ولاد هتعمله عملية صدر عشان كده المفروض فيه المكان اللي بيمشي فيه القطار الكهربي ما يتحطش تحتي مواسير مية لان انا عندي الطيارات الشاردة دي هتنزل على هتفضل السير فيه المعدن ده اللي هو مصورة المية ده كمان معدن وفيه مية رطوبة فهتحصل ايه هتحصل ان هي هتسبب تلف في مصورة المية دي وده يسمى تلف الناتج من الطيارات الشاردة تسبب تلف الايه الطيارات الايه الشاردة تمام كده طيب عندي بعد كده يا ولاد ده الجزء اللي انا قلته خلاص طيب عندي القضيب القطر دو بقى عبارة عن ايه عبارة عن قد سالب بنسميه مهبط ده القضيب بتاع القطر طيب ويه مصورة المية دي ده اللي هي هتصدي ده اللي جهده اعلى انا عندي الصدق هيحصل هنا في الطيارات الشاردة المين في الطيارات الشاردة هيحصل ليه الحاجة اللي جهدها اعلى فمن جهده اعلى طبعا مصورة الايه مصورة المية فمصورة المية هتكون جهدها ككتب موجب خلاص والكتار ككتب سالب لشان كده مصورة المية هتحصل لها عملية الايه عملية الصدق عرفنا يعني ايه صدق الطيرات الشاردة وعرفنا مثال على الطيرات الشاردة السؤال اللي بعده كيف يمكن الوقاية من الصدق احنا قلنا ان انا عندي الصدق بيسبب خساير تصل الى اعلى من 25% على مستوى العالم طب انا علشان احافظ على المعادن او الحاجات اللي انا مش عايزها تتعرض للتلف دي ازاي حافظ عليها في عدة طرق اول حاجة عندي اللي هي الطلاق بالبيات الزيتية الطلاق بالبيات الايه الزيتية وده اللي احنا بنعمله فيه الاجهزة الكهربية اللي في البيوت يعني انت عندك التلاجة بيكون مدهونة ببيات زيتية علشان احافظ على التلاجة دي اكبر قدر ممكن من ان هي ما تصديش تمام وهنشوف ازاي وعندي اضافة مسبتات التاكل وعندي كمان الوقاية المهبطية والطلاق بالمعادن المنصهرة. يبقى كم طريقة انا اممكن اعملهم ليه? ان انا امنع الصدق. الوقاية عن طريق اطلاق بالبيات الزيتية اضافة مصبتات التآكل الوقاية المهبطية اطلاق بالمعادن المنصهرة كل نوع من دول انا باخده بما يلائم او يناسب الحاجة اللي انا ايه? الحاجة اللي انا عايز احافظ عليها تمام كده? اول حاجة عندي اطلاق بالبيات الزيتية انا بقوم بعملية اطلاق بالبيات الزيتية ازاي? انا بجيب المعدن اللي انا عايز احافظ عليه وبقوم بعملية تنظيف ليه تنظيف تمام كده? عملية التنظيف دي يا ولاد بتكون ان انا بعد ما نضفته بقوم بعملية تكفيف ليه خلاص? وخليه خالي من اي شوائب او اي اكسيد او اي حاجة. بعد كده بقوم بعملية اطلاق. اطلاق دي اطلاق بالبيات الزيتية انا بطلي بطبقة اكتر من مرة خلاص علشان ما تكونش طبقة تلبيات الزيتية بسيطة فيحصل لها عملية ايه ان هي زي ما بنقول ما تأثرش قوي على المعدن طيب اذا كان المعدن اللي انا عايزة اطليه دوت معدن قابل للحركة المعدن دوت في مطور او في حاجة زي كده فانا بعمل ايه انا بقوم بعملية ان انا اعمل لها محافظة بطريقة تانية ان انا ما ينفعش اعمل طريقة الاطلاق بالبيات الزيتية هغير الايه الطريقة بكده يا ولاد تكون حلقتنا النهاردة انتهت معاكم ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل طرق الوقاية من الصدى بتمنى ان تكون ان شاء الله فهمته كويس الجزء اللي احنا قلناه وذكره علشان خلاص الامتحانات ربنا معاكم ان شاء الله يا ولاد وتجيبوا درجات كويسة شكرا وإلى اللقاء في حلقات اخرى قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة